البداية من اليمن اليوم الكشف عن أسباب ارتفاع تكاليف النقل البر في اليمن ارتفاع غير مسبوق لأسعار ويتات الماء في أحياء صنعاء قالت خبر طلعتنا بالعناوين التالية القوات الحكومية تحبط هجوما حوثيا بمأرب تقرير أمريكي الحوثيون ليسوا حركة يمنية بل وكيل تحت قيادة وتصارف إيران بشكل كامل مجددا الريال اليمني يتعرض لخسارة كبيرة في عدن التحالف هجمات حوثية تستهدف منشأة أرامكو ومحطة كهرباء ظهران الجنوب بالسعودية وفي نيوز يمن نقرأ إعلاميون في ذروة المعاناة مجل الصمدي يفتح النار على جماعة الحوثي مخابرات الحوثي في مدارس الصنعاء إخراج الطلاب في مسيرات واتهام المعلمين بالنفاق حكومة بلا موازنة أبواب للفساد وفصول من العبث بالمال العام المنتصف نت أورد الآتي متكافلون حيلة حوثية لنهب سكان الحديدة بذريعة النقل المجان موقع عدن الغد أورد العناوين التالية أرامكو السعودية تقول إن إمداداتها لم تتأثر بعد هجمات للحوثيين ستون ألف راتب العسكري في الجيش والمعلم قيمة جالون زيت كيف ستعيش الناس من الصحف العربية الشرق الأوسط اقتصاديون يطالبون بإنهاء انقسام المنظومة المالية اليمنية انقلابي اليمن يحولون مدارس في إب إلى سجون ومقرات للتحشيد الحدث الإخباري طالعنا بالآتي مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يبحث هدنة خلال شهر رمضان هجمات حوثية تستادف منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية التحالف تدمير زورق مفخخ بالحديدة وإحباط هجوم وشيك يستادف حرية الملاحة وفي موقع العربية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يبحث هدنة خلال شهر رمضان وآخرا من اليوم السابع اليمن يطلق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلال الأطفال ترجمة نانسي قنقر